تتواصل في مدينة شرم الشيخ الأعمال الإنشائية وأعمال التطوير استعداداً لمؤتمر الأطراف المعني بتغيرات المناخية كوب 27 والمقرر تنظيمها الشهر المقبل خضراء هي مدينة السلام شعار لا تراه على اللافتات فقط بل ترصده على أرض الواقع بأعمال إنشائية وتطويرات طالت جميع نواحي مدينة شرم الشيخ من فنادق وأماكن سياحية وطرق وميادينة جديدة استعداداً لمؤتمر الأطراف المعني بالتغيرات المناخية كوب 27 كمية المشروعات اللي تمت حاجة يعني غير متوقعة بصراحة ربنا فيه أول مجينة هنا اشتغلنا على الطريق الدائري الدائري شرم هنا خلص كله بالزبط تقريباً في وقت قصير جداً بصراحة احنا في الوقت الحالي دوة بصراحة الطرق بيجت كويسة واللوفة اللي تعاملت حاجة كويسة في البلد وبصراحة احنا في مرحلة كويسة جداً نحسن من الأول بكتير الطرق والأرصفة والميادين الجديدة تم تأهيلها ورفع كفاءتها باستخدام مواد صديقة للبيئة استعداداً لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ وتسهيل طرق الوصول لأماكن عقل المؤتمر وفنادق التسكين وغيرها من أماكن الورش التحضيرية فضلاً عن إنشاء ممشا سياحي جديد احنا هنا بقلنا شغالين ما يقرب ثلاث شهور طبعاً شغالين باطئم عمل تعمل على مدارة 24 ساعة لإنشاء ممشا جديد بمدينة شرم الشيخ بطول 6 كيلو الممشا مكون من رصيف مدائي حد الطريق ومزمر للعجل وأحوات زراعية وممشا بعرض تراوح من 7 إلى 12 متر وخلفه حد زراعات الممشا مكون من براجلات للإصراحات وبراجلات مضيئة وعلى ما صار برضو الممشا متواجد محلات حاجة تطور جميلة جداً في الموقع اللي احنا نخدم جزء شغالين فيه بدأنا الأول بشغل إنشاءات اللي احنا عملنا البوابة وبعدان المحلات وبراجلات والكلام ده وبعدان عملنا لاندسكيب زي ما حضرك شايف كده اللي هو البلدرات والبزالت والزراع وبعدان شغالين يعني في تطور وفي أحسن لم يقتصر تطوير الطرق على الشوارع والميادين فقط بل شمل أيضاً وضع عدد من اللافتات الإرشادية والتوعوية عن أهمية مؤتمر المناخ وأماكن عقد الجلسات الرئيسية بالإضافة لاستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية تفاصيل صغيرة من طرق وميادين وأرصفة تتجمع لترسم صورة كاملة خضراء اللون صورة تخرج من مدينة السلام برسالة ترحيب للعالم بضيوف مؤتمر المناخ لتعبر عن تكاتف محلي دولي من أجل مستقبل أخضر وأفضل للعالم كريم بيبرس التلفزيون المصري